دينا بتختلف تماماً يعني وانت في النيل وشايف القاهرة ومش جوه الزحمة مش جوه العربية وصوت الدوشة ومش جوه صوت الدوشة فحاسس بحرية حاسس بجمال خصوصاً بالليل بيبقى المنظر يعني انا شايفة من احلى المناظر يعني احلى المدن في العالم بالليل هي القاهرة لما بتبقى شايفها من النيل كمان او لما بتبقى شايف النيل من القاهرة برضو من منظر جميل انا النيل بحبه في اسوان جداً فلما بيوحشني النيل بروح أسوان ولما بصور في أسوان بقى مبسوطة جدا لأنه بقى طول الوقت مني للنيل بيديني هدوء بيديني صفاء وبيديني هدوء وحتى من ثلاثة يام كنا كنا على النيل وكان فيه بقى رمالة والناس كلها والتليفون والناس بتتكلم قفلت التليفون وقعدت بص على النيل تلعت حد تاني حتى أول ما طلعنا على الداك تاني قلت لهم خلاص رجعنا للواقع يعني النيل بيسحبني من الواقع كبه فلا علاقتي به هو فعلا يعني هبه كبيرة هدية هدية جميلة 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 لازم نحافظ عليها كنا بنتكلم عن المناخ الصبح كنت تتكلموا عن المناخ كنت تتكلموا للأسف حاجة مؤسفة ساعاتنا احنا نلاقي حاجات يعني نلاقي فيه تلوث في النيل لازم نحافظ عليه حتى السواحي اللي بيجوا ساعات بشوفهم بيتكلموا عن الموضوع ده انه لا ازاي ازاي بنشوف بلاستيك في النيل ده النيل يا جماعة فيمكن احنا عشان بنشوفه كل يوم لسينا امتو فلازم نقدره طبعا لازم نقدره ونخليه صافي لانه هو فعلا رمز الصفاء كنت تسع اقولك ان في القصر واسوان هو لون تاني تماما نظر اللي هانتي بتبصير وتقولي هو ده النيل طبعا طبعا كده استشفيت ان انتي من اكتر المدر اللي بتحبيها في مصر القصر تقريبا ولا؟ اسوان الأسوان لوصر جميلة برضو لكن انا لها اه يعني ها لبي بميل اسوان اكتر علشان اسوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة